بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرع لعباده صيام رمضان ليكونوا متقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله وصفوة الله من خلقه أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معشر الصائمين فإن من معاني الصيام العظيمة التي يتعين علينا أمة الإسلام أن نتدارسها وأن نتواصى بها وأن نتذاكرها المعنى الجليل الذي جعل حكمة لمشروعية الصيام أقصد بها تحقيق التقوى فإن الله سبحانه وتعالى قد قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياماً معدودات هذه أول آيات الصيام في سورة البقرة وهي صريحة في أن الله عز وجل كتب الصيام علينا أهل الإيمان وجعل ذلك من أجل الوصول إلى الحكمة الجليلة لعلكم تتقون وفي آخر آيات الصيام كذلك وهي تتناول أحكام الصيام والمفطرات وما يتعلق بالاعتكاف جاء في آخر آية هذا السياق في قوله أحل لكم ليلة الصيام جاءت في أخاتمتها قول الله سبحانه كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون فأن تكون آيات الصيام في سورة البقرة مبتدأة بآية ختامها لعلكم تتقون مختتمة بآية كان ختامها أيضاً كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون هذه دلالة صريحة واضحة أن عباداتنا في الإسلام معشر المسلمين ليست مجرد هيئات ظاهرة ولا هي حركات آلية ولا رسوم جوفاء هي عبادات جليلة نتقرب بها إلى رب البرية والله عز وجل إنما يريد من العبادات تقوى العباد أجل كل العبادات يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون كل عبادة شرعت لنا في الإسلام إنما يراد لنا بها أن نصل إلى حقيقة التقوى التي جاءت صريحة في هذه الآية الكريمة في الصيام يقول الله لعلكم تتقون في الصلاة يقول الله وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون في الزكاة يقول الله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعد كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون والحج أيضا كذلك فإن الله قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال في آيات الحج ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال في الهدي والذبح في البدن لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم عودا إلى الصيام معشر الصائمين لنقول طالما فرضت علينا عبادة جليلة كالصيام فإنما يراد لنا بها أن نحقق التقوى التقوى التي يقول عنها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنها الخوف من الجليل والاستعداد للرحيل والعمل بالتنزيل ويقول عنها طلق بن عدي رحمة الله عليه هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله وأن تحذر معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله هذه العبارات الجليلة التي تصف لنا التقوى هي من أجل ما جاء كثيرا جدا في نصوص الكتاب والسنة من الأمر بالتقوى والحث عليها وبيان فضائلها ومكانة أهلها المتقين عند الله حسبنا أن الله عز وجل علق كل خير يرجى في الدنيا وفي الآخرة على تحقيق التقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا إذن هو المخرج من المضائق وساعة الأرزاق وتيسير العسير وتكفير السيئات وتعظيم الدرجات كل ذلك مرتهن بتحقيق التقوى يأتي الصيام كل سنة في رمضان ليسوق العباد نحو مدرسة التقوى فيتعلمون منها كيف يكونون أتقياء أجل الصيام منهج عجيب شرعي حكيم في أن يأخذ العباد نحو سلم التقوى للارتقاء فيه درجة فدرجة إذا كانت التقوى في حقيقتها هي أن نجعل بيننا وبين عذاب الله وقايا وأن نتقي سخط الله وعقابه وذلك بامتثال أوامره والانكفاف عن محارمه فإننا نمارس هذا حقيقة في الصيام معشر الصائمين ألسنا في الصيام ندعو الطعام والشراب وسائر المفطرات من الفجر حتى غروب الشمس وإن لم يطل علينا من البشر أحد وإن لم يرى حقيقة هذا الصيام إلا الله سبحانه وتعالى هذا المعنى هو جوهر التقوى ولذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها وهذا ميزان الكرم الإلهي مضاعفة الحسنات بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعف كثيرة والله عز وجل واسع الفضل وهو ذو الفضل العظيم يقول كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به لما يقول الكريم سبحانه إن أجر الصيام عنده وعليه جل جلاله يأتي هذا معللا بقوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي قال يدع طعامه وشهوته من أجلي إنه الإخلاص إنه الخفاء إنه التقوى التي يراد لنا بالصيام أن نصيبها معشر الصائمين هذه حقيقة عظيمة وهي مرتبة شريفة يتنافس فيها الصالحون يتسابق إليها الأولياء لينالوا هذا الشرف العظيم ولما وصف الله الأولياء وهم صفوة البشر بعد الأنبياء عليهم السلام قال الله عز وجل في أخص أوصافهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم أمة الإسلام معشر الصائمين في طريق تحقيقنا للتقوى بالصيام علينا أن نجعل نصب أعيننا أنه ليس المطلوب من صيامنا جوع ولا عطش وليس المطلوب مننا الاستكثار من تناول الطعام والشراب وسائر المباحات ليلاً حتى الفجر لننهمك بعدها في نوم متصل أو كسل عميق حتى انتظار المغرب لإفطار على مثل ما تسحرنا عليه من يظن أن الصوم هو اختبار لقدرة التحمل على الجوع والعطش فقد أساء الظن بربه وما فهم حكمة الشريعة الصيام ليس اختباراً وليس كشفاً عن قوة تحمل البشر على صبرهم عن الطعام والشراب وإلا فإن بعض البهائم أكرمكم الله لها أكثر من قدرة البشر في تحمل ذلك وليس يعقل فيها معنى الصيام هذا الذي نفهمه أيضاً من قول المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي في الحديث الصحيح من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه قول الزور قيل هو الكذب وقيل هو كل باطل والعمل به يعني بمقتضى هذا الكذب والباطل وفي بعض الروايات والجهل من لم يدع في صيامه هذه الأمور الباطلة من الزور والكذب والجهل يقول فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه الله غني عن صوم كهذا ليس معنى هذا أنه قد أفطر وفاته صومه ذاك اليوم لكن المقصود أنه من تبه إلى حقيقة المقصود من الصيام بصيامه وهو أن يحافظ على تقواه التقوى التي تمنعه عن الكذب عن الزور التقوى التي تجعله مستشعراً أنه عبد صائم فإن سابه أحد أو شاتمه فليقول إن مرء صائم هذه التقوى يا كرام هي المعلم الكبير الذي نسعى إليه أمة الإسلام والذي نحرص على التواصي به والتذكير به وأن ننهض بأنفسنا وبأهل بيوتنا وبالأمة كلها من حولنا أن نعيش معنا هذا المقصد الشرعي الكبير وهو تحقيق التقوى لله جل جلاله بعبادتنا في الصيام أحسب أنني أوجزت ما يتعلق بهذا المقصد الكبير وربطه بعبادة الصيام دعونا إذن ننتقل إلى الحديث عن خطوات عملية نحافظ بها على تقوانا لله ونحن صائمون معشر الصائمين أجل فهذا مهم للغاية كيف أستطيع أن أصل إلى التقوى في الصيام وإذا بلغت هذه المرتبة العظيمة كيف أحافظ عليها هذا يقودنا إلى سلوك يومي يمارسه الصائم في ليله ونهاره أيام رمضان على حد سواء ورأس ذلك معشر الصائمين لبلوغ تقوى الله امتلاء القلب بتعظيم الله وإجلاله فإنها عتبة هذا المدخل الكبير لتحقيق التقوى لله يقوم قائم التقوى في قلب العبد كلما عظم الله وكلما أحبه وخافه ورجاه هذه المعاني العظام عبادات قلبية جليلة أعلى الإسلام شأنها وعظم أمرها فإذا عظم العبد ربه عظم ما عظم الله والله عز وجل عظم العبادات مثل أركان الإسلام فأن نعظمها أن تمتلئ قلوبنا ونحن نؤديها أنها عبادات عظيمة أجرها كبير وهي ثقيلة في الميزان عند الله ونحن نؤديها طواعية وامتثالة وحبا وخضوعا وانكسارا نتقرب إلى الله عز وجل ونقدم عبادة نحب أن نجدها في صحيفتنا يوم نلقى الله وملؤها تلك المعاني السامية وليست عبادات تلفق كيفما كان هذا من صميم معنى التقوى لله عز وجل في العبادات عموما وفي الصيام خصوصا معشر الصائمين أيضا من سبل تحقيق التقوى الاستكثار من الطاعات الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فاستكثر عبد الله من الطاعات والعبادات والحسنات في نهار رمضان وأنت صائم لتنال التقوى وفي ليل رمضان وأنت قائم وفي غيرها من العبادات لتنال التقوى كلما استكثر العبد من الطاعات وزاد في رصيده من الحسنات كان حريا بأن يكون في عداد الأتقياء الصوم وحده ثقيل في كفة الميزان فكيف إذا خلط الصائم صومه بآيات قراءها ودمعات أيضا ذرفها وخشوع حرك جوارحه وأعضاءه وصدقات بذلها وتعاهد وبر وإحسان وكلام طيب وسائر وجوه الحسنات الذكر والاستغفار والدعاء عبادات جليلة من شأنها أن تثقل كفة ميزان العبد وهو ينشد الوصول إلى تقوى الله عز وجل وكذلك الشأن في ليل رمضان فإنها ساحة واسعة للتنافس يتسابق فيها الصالحون أيهم لله أتقى وأيهم في رمضان عند الله أسبق وأرقى إذا تحدثنا عن الاستكثار من الطاعات فمن الضرورة أن نفهم يا كرام ونحن صائمون أن نفهم أنه يقابل ذلك الانكفاف عن المعاصي ومجاهدة النفس في التخلص من سيئاتها ليست مطالبة بالعصم فلسنا أهلها وليس المطالبة كذلك هاهنا أن يكون أحدنا في معزل عن اقتراف ذنب وخطيئة فكلنا خطاء لكن المقصود أن نكون ونحن ننشد التقوى في رمضان أكثر مجاهدة للنفوس في التخلص من سيئاتها التي طالما أدمنت عليها وطالما نجح الشيطان في أن يوقعنا في فخاقها وشراكها وحفرها آن الأوان لأن يقول أحدنا لشيطانه إذا ما وسوس له بمعصية وذنب وخطيئة أن يقول له إليك عني وأعوذ بالله منك فإني صائم تسلح بصومك عبد الله فإنها جنة تتقي بها كثيرا من سهام الشيطان أي والله واجعل من صيامك حصنا حصينا تتدرع به وتتقوى هي جولة أيها الصائمون من جولات الجهاد مع الشيطان والنفس الأمارة بالسوء يكسب فيها المؤمن الجولة ويكون فيها أقوى وينتصر ليثبت بعد ذلك أنه قادر على تجاوز تلك العقبات التي طالما ظنها جدارا مغلقا وأبوابا حصينة بالصيام يا كرام نحن نحرص على الوصول إلى أعلى المراتب وأسمى الدرجات دعونا نتأكد ونؤكد على أن الابتعاد والمجافات عن كل ما يخرم صوم الصائم وينقص من حسناته ويذهب كثيرا من أثر الطاعة علينا أن نتلافاها في رمضان أبواب السيئات كثيرة ومداخل الشيطان بالمعاصي عديدة لكنها في رمضان إنما تكثر بين الناس في أمور ما زالت هي منتشرة بينهم وأقصد بذلك سيئات البصر وكذلك حصائد الألسن فالله الله ونحن صائمون أمة الإسلام أن نحافظ على البصر من الإطلاق فيما حرم الله عز وجل وأما القنوات والشاشات والاستسلام لها وأن يكون الصائم أسيرا لمتابعة ما تعرضه وفيها ما يخدش الحياء ويتجاوز حد الشريعة وربما أصاب شيئا عظيما من أمور الإسلام وقواعده العظام كل ذلك والله مما يجب أن نتواص به لنربأ بأنفسنا ونحن صائمون عن الانجراف في تلك المستنقعات القذرة الآسنة وأن يكون صيامنا أرقى لنا وأتقى وأن نحافظ على صيامنا من إطلاق البصر خشية أن نصيب به أمر حرام أو اللسان فنقع في غيبة أو كذب أو نميمة ومر بكم الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه هي مجاهدة إذن أجل في الصيام والقيام في أن نحافظ على تقوان لله في رمضان هي مجاهدة تستدعي همة عالية ورصيدا كبيرا ومواصلة لطريق ينشد فيها أحدنا البلوغ لهذه المرتبة الشريفة العالية أيام تنقضي فإذا زال رمضان وانتهت أيامه وانقضت عدته وجد الصائم الساعي إلى بلوغ التقوى أنه قد حصل كنزا عظيما ونفسا تقية يهنأ بها بعد رمضان فيواصل المسير ويقضي بقية عمره في عداد عباد الله المتقين كتبنا الله وإياكم معشر الصائمين في عداد من قبل الله صيامه وقيامه فغفر له ما تقدم من ذنبه وكتبنا وإياكم في عداد الصائمين المتقين ربنا تقبل صيامنا وقيامنا وأجب دعاءنا وأعتق من النار رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من شر كل ذي شر أن تآخذ بناصيته اللهم احفظ البلاد والعباد وقنا يا رب شر كل داء وبلاء يا حي يا قيوم نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغيثنا وأن تغيث قلوبنا بالإيمان وأن تهنئنا بالطاعة في رمضان وبزوال هذا البلاء وارتفاع الداء يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في رمضان وبعد رمضان من خيرة عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين يا رب العالمين اللهم ألزمنا عتبة العبودية وارزقنا السعادة الأبدية وادفع عنا وعن كل مسلم كل شر وبلية يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى ونبيك المجتبى محمد بن عبد الله وعلى أهله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين